لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب غلاض تحريم الغلول وصدر الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث هذا الباب بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما والذي ذكرناه سالفا واليوم نستكمل بإذنه تبارك تعالى ما أتى به الإمام مسلم من شاهد آخر على هذه الترجمة باب غلظ تحريم الغلول فقال بالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال عن مالك بن أنس قال عن ثور بن زيد الدؤلي قال عن سان من أبي الغيث مولى بن مطيع قال عن أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه وحول الإسناد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال عن ثور قال عن أبي الغيث قال عن أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى فاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار فيها لهذا الإسناد كما ذكر الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى في كتابه البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ابن حجاد أبو الطاهر أحمد ابن عمر بن عبد الله بن عمر بن السرح مصري ثقة من العاشرة ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القراشي مولاهم أبو محمد المصري ثقة حافظ عابد فقي من التاسعة مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامل الأصباحية أبو عبد الله إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين من السابعة ثور بن زيد الدؤالي ثقة من السادسة سالم أبو غيث مولا بن مطيع المدني ثقة من الثالثة وعبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاه المدني صدوق من الثامنة لطايف هذا الإسناد أنه من سدسيات المصنف رحمه الله تعالى بنسبة للسند الأول ومن خماسياته بنسبة للثاني فهو أعلى بدرجة ومنها كذلك أن رجاله كلهم رجال الجماعة ومنها أن فيه قوله وهذا حديثه يعني أن المتن الذي ساقه هو متن شيخه كتيبة وأما شيخه أبو الطاهر فرواه بمعنى وأما عن شرح بتصرف يسير للشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى قال عن ثور بن زيد الدؤالي قال عن سالم أبو الغيث مولى بن مطيع أي هو مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود الكرشي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية البخاري أنه سمع أبا هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ولفز البخاري افتتحنا خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم قال أبو عبيد الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة والفيء ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها يقول ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا وهي الفضة يقول ويجمع على أوراق في رواية البخاري ولم نغنم ذهبا ولا فضة وغنمنا المتاع والطعام والثياب وفي رواية البخاري إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط يقول والذي يظهر أن المال ما له قيمة لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء كما حكاه المفضل فتحمل الأموال على المواشي والحوائط التي ذكرت في رواية الباب ولا يراد بها النقود لأنه نفاها أولا ثم انطلقنا أي ذهبنا إلى الوادي وفي رواية البخاري إلى وادي القرى وادي القرى موضع قريب من المدينة على طريق الحاج من جهة الشام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له زاد في رواية البخاري يقال له مدعم وفي رواية الموطأ فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم وهبه له في رواية البخاري أهداه له رجل من جذام هي أبو قبيلة من اليمن جذام ولخم قبيلتان من اليمن يدعى أن يسمى ذلك الرجل الجذامي رفاعة بن زيد من بني الضبي كان رفاعة قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه فلما نزلنا الوادي أي وادي القرى قام عبد يعني رسول الله عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم أن اسمه مدعم يحل رحله والرحل هو المركب الرجل على البعيد كما قال ذلك الإمام نوير رحمه الله تعالى وفي رواية البخاري فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد في رواية البهقي وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية فرمي بسهم وفي رواية البخاري إذ جاء سهم عائر حتى أصاب ذلك العب والعائر أي لا يدرى من رما به وقيل هو الحائد عن قصده فكان فيه حتفه أي موته قال الفيومي الحتف الهلاك فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لتهنأه الشهادة أي لتصره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا أي ارتدعوا وانزجروا عما تقولونه من إذبات الشهادة لهذا العب والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده فيه إذبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله كذا مشروعية القسم به قال صلى الله عليه وسلم إن الشملة وهي كساء يتغطى ويتلفف فيه لتلتهب عليه نارا وفي رواية البخاري لتشتعل عليه نارا وهو بمعناه قال في الفتح يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارا فيعذب بها ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار وكذا القول في الشراق قال الجامع رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ محمد العادم رحمه الله تعالى الاحتمال الأول هو الأرجح وهو أن الشملة نفسها تصير نارا فيعذب بها يقول لظاهر النص هو مما ينبغي أن يعلم وإن كان كثير من الناس يغفل عنه أن ظاهر النص لا يعدل عنه إلا لذليل ناقل رحمه الله تعالى رحمة وسعة يقول شملة أخذها أي تلك الشملة والجملة مستأنفة استأنفا بيانيا وهو مواقع جوابا عن سؤال مقدر وتقديره هنا ما سبب التهابها عليه فأجاب بأنه أخذها من الغنائم يوم خيبر أي يوم وقعت خيبر وقوله لم تصبها المقاس بمعنى النصيب قال ففزع الناس أي خاف الناس من أن يلحقهم ما لحق هذا العبد بسبب الشملة فجاء رجل بشراك يعني سير النعل على ظهر القدم أول ظاهر أنه للشك من الراوي شراكين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت يوم خيبر يعني وفيه حثم مفعول أي أصبت هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار خبر لمحذوف أي هذا شراك من نار يعني ومر آلفا أن حمله على ظاهره والظاهر أو شراكا من نار قال القاضي عياذ رحمه الله تعالى فيه تنبيه على المعاقبة عليهما وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار ثم ذكر شيخ الشيخ محمد الآدم رحمه الله تعالى رحمة وسحة مسائل تتعلق بهذا الحديث ذكر أن المسألة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه كذا ذكر تخريجه ثم في المسألة الثالثة ذكر فوائد مستنبطة حكم مستخرجة على هذا الحديث فقال منها بيان غلظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان وهو وجه المطابقة لإيراده هنا كذا قال أن الغلول محرم كله لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك ومنها كذلك أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل في المعركة كذلك منها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر وهذا بإجماع المسلمين ومنها كذلك جواز الحليف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي ومنها كذلك ما قاله الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث أيضا دليل على أن الغال لا يجب حرق متاعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه ولو كان حرق متاعه وجبا لفعله صلى الله عليه وسلم حينئذ ولو فعله لنقل ذلك في الحديث وقدروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غل فأحرقوا متاعه واضربوا قال بعض الروات الحديث فيه فاضربوا وعنقه وأحرقوا متاعه قال الشيخ نشيخ محمد الأدم رحمه الله تعالى وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف فلا يحتج به يعني أنه كما قال دليل على أن الغال لا يجب حرق متاعه كما ذكر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه كذلك من الفائد المستنبطة للحكم المستخرجة حل الغنائم وهو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحل لأحد من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وفيه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي كذلك منها أن فيه علما من أعلام النبوة وكذلك هي معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أطلعه الله تعالى على المغيبات من أحوال الموتى فيرى المعذبين ونوع عذابهم وسببه كذلك كذلك من أجل الفائد المستنبطة بان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته من الوقوع في أسباب العذاب فقد أخبر في هذا الحديث أصحابه بما لهذا العبد من العذاب وبطلان الشهادة بسبب غلوله تحذيرا لهم ولأمته جميعا عن التعرض لمثله فهو من مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرعيم كذا من هذه الفائد المستنبطة الحكم مستخرجا ما قاله الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن بعض العرب وهي دوس لا تسمي العين مالا وإنما الأموال عندهم أثياب والمتاع والعروض وعند غيرهم المال الصامد من الذهب والورق ثم ذكر كذلك من الفوائد جواز قبول الإمام الهدية فإن كانت لأمر يختص به في نفسه أن لو كان غير وال فله التصرف فيها بما أراد يعني إن لم تكن لأمر يختص به في نفسه وهو لأنه وال يعني والي فهو لا يجوز له ذلك وإلا فلا تصرف فيها إلا للمسلمين وعلى هذا التفصيل يحمل حديث هدايا الأمراء غلول إن كانت لأنه والي يعني فهذه تصرف فيخص فيختص بمن أخذها فاستبدأ بها أما إن كانت لأمر يختص به في نفسه أن لو كان غير وال فله التصرف فيها بما أراد ثم ذكر يعني بحثا في ذلك في المسألة الرابعة ذكر الإمام أبو حافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى أنه في الحديث إباحة قبول الهدية للخليفة إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منه قبولها على جهة الاستبدادي بها دون رعياتي أخرج البخاري في صحيح من حديث عيشة رضي الله عنها قالت كان رسوله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يقبل الهدية ويثيب عليها قال أبو عمر قبول رسوله صلى الله عليه وسلم الهدايا أشهر وأعرف وأكثر من أن تحصل أصار في ذلك لكنه كان صلى الله عليه وسلم مخصوصا بما أفاء الله سبحانه وتعالى عليه من غير قتال من أموال الكفار أن يكون له خاصة دون سائر الناس ومن بعده من الآئمة حكمة في ذلك خلاف حكمه لأن ذلك لا يكون له خاصة دون المسلمين بإجماع لأنه فيء في حديث أبي حميد السعدي في قصة ابن اللدبية ما يدل على أن العامل لا يجوز له أن يستأثر بهدية أهديت له بسبب ولايته لأنها للمسلمين ثم ذكر الشيخ محمد العدم رحمة الله تعالى رحمة وسعة في مسألة حكم هدايا المشركين حكم هدايا المشركين يقول اختلف العلماء في معنى هذين حديثين يعني أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهي واعتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم أخرج الإمام أحمد وابو داود وترمذي عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدي لنبي صلم هدية له أو ناقة فقال نبي صلم عن عياض غاني أسلمت قال لا قال فإني نهيت عن زبد المشركين نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم وقد كان النبي صلم يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهي فقال واعتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم اختلف العلماء كما قال أبو عمر اختلف العلماء في معنى هذين الحديثين لطف أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي وكانت بينه وبين نبي صلم معرفة قبل أن يبعث فلما بعث النبي صلم أهد له هدية قال أحسبها إبلا فأبى أن يقبلها وقال إنه لنقبل زبد المشركين قال قلت وما زبد المشركين قال ريفدهم وهديتهم أخرج أبو عمر بسنده عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك عن عامر بن مالك الذي قال له ملاعب الأسنة قال قديمت عن نبي صلم بهدية فقال إنه لن نقبل هدية مشرك فقال أبو عمر اختلف العلماء في معنى هذين الحديثين فقال منهم قائلون فيهما النسخ لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية من أهل الشرك مثل أكيدر دومة وفروة بن نفاثة والمقوقس وغيرهم وقال آخرون ليس فيهما ناسخ ولا منسخ والمعنى فيهما أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده أو دخوله في الإسلام أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده أو دخوله في الإسلام فعن مثل هذا نهي أن يقبل هديته ويهادنه ويكره على دينه مع قدرته عليه أو طمعه في هدايته لأن في قبول هديته حملا على الكفع وقد أمر أن يقاتل الكفار حتى يقول لا إله إلا الله وهذا هو الذي رجعه شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى يقول القول الثاني هو أقرب الأجوبة عندي وحصله أن النهي عن قبول هدايا المشركين محمول على ما إذا رأى الإمام المصلحة في ردها بأن طمع في إسلامه ونحو ذلك جمعا بين النصوص هذا ما يسأل الله تبارك تعالى يعني ووفق إليه فيما ذكره شيخنا وثم ذكر كذلك في الرد الغال قال ألا حاصل وما رجحه وجوب رد الغال على ما غله إذا وجد إلى ذلك سبيله وإلا تصدق به كما وختم شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة وسعة بهذه المسألة هذا الباب الباب الذي يليه باب الدليل على أن قاتل نفسه على أن قاتل نفسه لا يكفر هذا ما سيدور عليه الكلام بإذن يتبع تعالى في المرة القادمة إن كان في العمر بقية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاءا من كل ذا اللهم دبر لنا فإنا لا نفسنا التدبير ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرجل ونسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقة نسألك من خير ما تعلم نعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في آفرة حسنة وكنا عذاب النار صل اللهم على محمد آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر